دانت وزارة حقوق الإنسان في العاصمة الواقتة عدن استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا لانقلاب الحوثية الإيرانية ضد المدنيين والأطفال بمحافظتي تعز والظالع التي أسفرت كما قالت الوزارة عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال وأصفة تلك الأعمال بالبشعة التي لا تسقط بالتقادم أكدت حقوق الإنسان في بيان صادر عنها أن مضي الميليشيا قدما في انتهاكات قواعد القانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يأتي نعكاسا طبيعيا لصمت المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية وواجباته القانونية تجاه حماية المدنيين بل وعكزه على اتخاذ خطوات أكثر صرامة في ظل استمرار الميليشيا الحوثية بارتكام الانتهاكات والجرائم الفضيعة وجدت الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمر الدولي والمنظمات الدولية بممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا الانقلابية وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العزل في محافظتي تعز والضالع للأسف الأمم المتحدة لم نجد أي صدى كبير انتجاه هذه المجازة التي حصلت ولا ندري لماذا يعني هل حالة التسوية السياسية تعني حالة السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان بكل تأكيد لا هذا هذا سياق وهذا سياق آخر مختلف ولهذا نحن نناشد هنا من هذا المنبر الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي المتمردة للتنفيذ الفوري لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باليمن وعلى رأسها القرار 22-16 كذلك نطالب كافة القوى المحبة للسلام والدول دائمة العضوية للضغط على ميليشيات الحوثي لتطبيق اتفاقية السكولم وعدم العمل على إجهاض حلم اليمنيون بالسلام ذكرت الوزارة أن ألاف العطفال بمحافظتي تعز والضالع يهاجون الموت والخوف والرعب في كل لحظة نتيجة قذائف ميليشي الحوثي وهجماتهم العشوائية على الأحياء السكنية والتي تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات والجرائم المستمرة من قبل الميليشي الحوثية الإنقلابية ضد المدنيين انتهاكات كثيرة ارتكبتها ميليشي الإنقلاب الحوثية الإيرانية بحق المواطنين هذا ما تؤكده المنظمات الحقوقية والإنسانية التي طالبت ميليشي الإنقلاب التوقف فورا عن انتهاكات المدنيين لقناة الإخبارية عبد الفتا غلاب عدد